منذ اللحظة الأولى كان دخول إيلان ماسك مقر شركة تويتر مليئاً بالمفاجآت إذ دخل باستهزاء حاملاً حوض غسيل في إشارة منه إلى التغييرات الجذرية التي سيقوم بها وفور الاستحواذ على الشركة صرح إيلان ماسك حوالي نصف موظف الشركة حول العالم وأغلق مكاتبها موقعاً في محاولة لخفض التكاليف وفرض قيم عمل جديدة وفق ما يراه مناسباً وإن أتت بنتائج عكسية ما كان عليه تويتر لمستخدميه في جميع أنحاء العالم لم يعد موجودة فهي منصة غير مستقرة ولا يمكن تنبؤ بما سيحدث لها حيث نشهد زيادة في اللغة المتطرفة للغاية ومحتوى يقول ماسك ببساطة إنهم حرية التعبير وللأسف تجاوزنا هذه النقطة لم تتوقف مشاكل تويتر عند تقليص القوة العاملة وللتأخر في دفع مستحقات إجارة مكاتبها ومن بينها مكتب لندن هذا بل امتدت إلى الأعطال المتكررة المفاجئة في ست مناسبات منذ أواخر أكتوبر الماضي حرمت المستخدمين في جميع أنحاء العالم من التفاعل عبر المنصة أو نشر تغريداتهم إلى جانب قرارات تعليق حسابات صحفيين أو إعادة أخرى أبعدت شرائح واسعة من المستخدمين كما أوقفت كبرى شركات التسويق إعلاناتها على تويتر ما أدى إلى تراجع إرادات وأرباح الشركة إبقاء المعلنين على منصة تويتر والحفاظ على إنفاقهم أمر بالغ الأهمية والسبب في تخلي هؤلاء المعلنين عن المنصة هو المحتوى السام الذي لا يريدون أن ترتبط أسماؤهم به وهذا يمثل مخاطرة أكبر الآن للعلامات التجارية لأن القدرة الرقابية على المحتوى في تويتر تضائلت بشكل كبير بسبب تقليص عدد الموظفين هذا ويطالب الاتحاد الأوروبي ألن موسك بتعيين المزيد من الوسطاء ومدقق الحقائق لمراجعة المشاركات وفق القواعد الأوروبية لمراقبة المحتوى عبر الإنترنت مشاكل شركة تويتر منذ تولي ألن موسك زمامها لا تنتهي ما فتح الباب أمام علامات تجارية منافسة للصعود في سلم مواقع التواصل الاجتماعي ورغم ذلك خبراء كثر ما زالوا يعتقدون أن بإمكان موسك إعادة تويتر إلى ما كانت عليه إذا ما تعامل مع الشركة على أنها منصة رقمية عالمية وليست مصنع سيارات مصطفى زارو العربية لندن